بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم مالك وكتابة ولماذا أحبابنا الأهلي؟ إبراهيم أهلا بك باش مهندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من مالك وكتابة لماذا أحبابنا الأهلي؟ سؤال كبير جدا لكن نخلص منه إلى العنوان الرئيسي لحلقة الليلة وتبقى عظيما يا أهلي ده عنوان الكاتب الرائع السيد صلاح سالم في الأهرام رح تقرون لأن المقالة دي الحقيقة ولو أن تبتدي في اتجاه مالوش علاقة لا بالرياضة ولا النادي الأهلي لكن تخلص كيف أن الأهلي كان ملهما لكل ما هو عظيم صحيح أعيش تعرف لماذا أحبابنا؟ لماذا؟ الأول بهدوء جدا خلينا كلنا إحنا والسادة المشاهدين الكبار والصغار وأولادنا اللي مش هنزعل منهم لأن ما حاج بيزعل من أخواته ولا أولاده مهما غلطه ومهما أخطأه لأنه في الآخر بيجمعنا حب الأهلي وبفترض حسن النية وأحيانا الغضب وفورة الشباب ممكن تأذي أي حد في طريقة حتى أقرب الناس إليك وإحنا لما قلنا حنتحمل أنت فاكر وحنتحمل إن إحنا ما نشخصانش المواضيع ونظل في الإطار الرئيسي بتاعنا وهو أن نحافظ على الأهلي وأن ندافع عنه تجاه الحملات المغرضة والإشاعات والأكاذيب والتضليل وتزييف التاريخ لكن أبداً ما نحنش ضد حد وأبداً مش هندفع عن باطل مش هندفع عن باطل دي مفتاحه بين الأهلي أيوة لأنه بالمناسبة نتكلم على قيم الأهلي في ذكرى الرجل الذي أنشأ الأهلي عمر لطفي 14 نوفمبر ذكرى رحيل مؤسس النادي الأهلي وصحب فكرته العظيم عمر بكلطفي اللي توفي في 14 نوفمبر 1911 يعني عاش أربع سنين بعد نشأة الأهلي بعد نشأة الأهلي لكنه أسسه على حاجة كبيرة أنه مش مسألة أنه نادي ده ناشي على أساس أنه فكرة فكرة مصرية فكرة مصرية تدعو المصريين في مواجهة الاحتلال أن يكون لهم كيان يعبر عنهم يفخروا به وهذا النهج الذي صار عليه كل الخلفاء بعد كده أحببناه بالإضافة إلى نتائجه وبطولاته وعظمته أحببناه لأنه كان هو دائماً مصدر زهونا بأن إحنا مختلفين على مستوى العالم ما فيش نادي بيعلي القيم والمبادئ باستمرار عبر طريقه زم الأهلي بيعمل لدرجة أن إذا تعرض المبدأ والقيمة مع النتائج ينحاز إلى المبدأ والقيمة أي فكثيراً من الأحيان ما يكافأ على هذا وتأتي النتائج جائزة لإنحازه إلى المبادئ والقيم أي مكفأة مكفأة حدثت عندما رفض حسين حجازي استلام الميداليات مركز الثاني فجعفر والي باشا في نهاية الكاسم أمام الترسان فجعفر والي باشا كان رئيساً للنادي ورئيساً اتحاد الكورة أوقفه وكان هو حجازي ده رمز عصره يعني الفرع اللي كان بيلعب فيه حجازي جمهورها جمهور حجازي يرمز لنا فرقة حجازي فرقة حجازي ولم يتوانى النادي الأهلي أن يعاقبه فغضبه وراح إلى الزمالك ومعه أربعة لاعبي ده لما هدده المجلس منعقد أن أنا علمت أنه فيه عقوبة وأنه بعد يقول أنه هو ممكن ينتقل للنحية التالية يعني بيهددهم الأول فعلولهم فليذهب حجازي أينما شاء وتبقى روحة المقراضية في الأهلي فليذهب حجازي أينما شاء والتبقى القيم وكفقنا أن غياب حجازي خلانا كسبنا مختار التيتش مختار التيتش وكسبنا المنافس التقليدي بتاعنا في وجود حجازي بالزبط معه فرصة لظهور مختار التيتش الساعد وتمر الأيام 85 وأأتي الأهلي ليوقف 17 لاعب دفع واحدة وهو سوف يلتقي نادي الزمالك في دور التمانية في كاس مصر لماذا؟ انتصارا لمبدأ الذين ضغطوا على الأهلي لتغيير قرار مجلس إدارة لن ينالوا شرف الدفاع عن لونه إلا بعد ما ياخدوا جزاء أظن ده لو حصل دلوقتي تقوم حريقة يعني محدش وقتها هتم إن ممكن جدا بفريق الزمالك العظيم كوارشي وفاروق جعف فاروق حزم شحاته فإيه لا تاولا محدش فكر لحظة ممكن يحصل إيه والنتيجة حتكون إيه تبصت لقى النشيين بتوعك اللي نزلين مستلهمين هذه الدفعة وإن الأهلي هو دفع عن لونه وعظمته عن قراره هو داخل على الأهلي العظيم يفوز على الزمالك 3-2 فيستمر الأهلي على قراره ما يقولش أنا عربت بقى كاسة هول حد الفاينل كسب بمجموعة الكومانزوز اللي غلبت الزمالك وفي النهاية خدت كاس مصر هذا هو الأهلي أحببناها أكثر مرورا بقى بمختار التيتش وما فعله ونماذج الانحياز إلى القيمة قبل النتيجة متعددة وكثيرة وكم من لاعب مبهر لم يحرس الأهلي عليه لأنه ما كانش مستوعب يعني إيه الدفاع عن لون النادي الأهلي وقيمه قيمه وحتى إحنا لما نحذنا للمبادئ والقيم في فترة كان ممكن ما بصناش إحنا ممكن نكمل ولا مش ممكن نكمل ومين حينجح ومش حينجح ولكن لفتنا على الأهلي وزعرنا من أنه محتضن مجموعة من الناس بتحبوش بيخترقوا إعلام ودولاب العمل ثم نظامه الأساسي إنه يدعي دي أهدف 85 الآلف الزمالك تلاتة اتنين بربع شوار عادي اللي جوان حتجد بقى حمد مرزوق ومحمد السيد وطار يخليله بدر راجب لكن اللي جاب اللي جوان كمان أسماء أول مرة ناس كانت تسمع صحيح وإبراهيم حسن ظهر في هذه المبرأة أي إبراهيم ظهر قبل حسن باللقطة دي أزومني صدق لم يعني يهتزل آلي اللحظة في أن ينحزل المبدأ والقيمة مهم